تواصل الدولة جهودها لتقديم الخدمة الصحية على أعلى مستوى للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية حيث يشهد نظام الرعاية الصحية في مصر تحسينات متعددة لضمان صحة وحياة الشعب المصري خطوات واسعة تقطعها الدولة في عملية تطوير المنظومة الصحية لتقديم رعاية صحية على أعلى مستوى للمواطنين في كل مكان من أحدث هذه الخطوات نجاح الدولة في تطوير مستشفى إهناسيا التخصصي بمحافظة بنسويف وتشغيلها تجريبيا بعد تطويرها ضمن خطة لتطوير المستشفيات العامة والمركزية والنوعية تم تشغيل التجريبي لمستشفى إهناسيا التخصصي بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشامل للمستشفى بتكلفة إجمالية 262 مليون جنيه بخلاف التجهيزات الطبية والغير طبية في المستشفى المستشفى بتضم جميع الأقسام زي الاستقبال والطوارئ العنية المركزة حضانات الأطفال الغسيل الكلوي أقسام الأشعب مختلف تجهيزاتها بجانب الأقسام الداخلية على أعلى مستوى بنقدم خدمة للمواطن على مدار 24 ساعة من خلال استقبال والطوارئ من خلال العيادات الخارجية من خلال الرعايات المركزة من خلال الحضانات الأقسام الداخلية عندي كومبليت 24 ساعة كاملة عندنا خدمة بتليب المواطن المصري في ظل دولة جديدة في ظل صحة جديدة في ظل حياة جديدة عندي العيادات المسائية شغال على مدار من 9 شغالة صباحيا تبقى المبادرة الرئاسية شغالة مسائية العيادات المسائية كان معي حالة هنا كان حالة تعبنة جدا وجيت هنا بسم الله ما شاء الله لقيت إمكانيات عالية جدا يعني اعتبر والله بدون مجاملة وبدون نفاق ناس ما شاء الله دكاترة فوق الممتازين ممرضين ممرضات كل الناس اللي هنا أمن كله بصراحة كان في خدمتنا التطوير الكبير يهدف لتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة في قطاع الصحة في كافة أنحاء البلاد وبلغت تكلفة إنشاء المستشفى حوالي 262 مليون جنيه بخلاف التجهيزات الطبية يضم المستشفى المبنى الرئيسي والعيادات الخارجية وأقسام التعقيم والأشعة والطوارئ والاستقبال والغسيل الكلوي والحضانات كما يضم غرف العمليات ووحدات العناية المركزة وغيرها لتخدم أهالي مركز ومدينة إهناسيا وتمثل إضافة كبيرة للمنظومة الصحية جهود متواصلة تبدلها الدولة في محاولة توفير كل سبول الراحة وتقديم الخدمة الصحية على أعلى مستوى للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية